السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واختصار بسيط كده ان شاء الله. ازاي تعرف عطل الاضاء عندك من مساطر او من البردة حتى لو كانت المساطر عندك بالضيق. يا لو المساطر عندك مضاقة. وفي مشكلة عندك مفيش اضاءة. والبردة عندك سليمة. من خلال الفيديو ده هتعرف ازاي تحدد الوقت لعندك ازا كان في المساطر او في البردة عندك. يلا بينا نشوف الفيديو لكن قبل ما نبدأ الفيديو نصلي ونسلام عن اللي بيقوله ده سيدنا محمد. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى عليه وسلم. طبعا حضراتكم ملحوظة اولا. بالنسبة انا قلت لكم دلوقتي حتى لو المساطر مضاقة. يعني لو المساطر دي شغالة استهنة بالتستر هنا فاحص تقريب التستر. المساطر اباط معي. وفحصت البردة. البردة شغالة. تمام? انا العطلة عندي فين دلوقت? انا وقفت كده مش عارف عطلة فين. وبتحصل معنا كتير. بتحصل انك انت بتجيلك شاشة. وتفحص الشاشة. المساطر تلاقي المساطر شغالة. وتفحص البردة تلاقي البردة شغالة. وتركب المساطر تلاقي الشاشة اشتغلت معك بعد ما كانت فصل اضاءة. طب منين بقى العطلة دا ييجي? هي دي بقى. هي دي النقطة بقى اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي اوضح لكم لانه نقطة مهمة جدا. عمتا بالنسبة للمساطر الاضاءة. مش شرط ان اتنور معك على التستر وتبقى شغالة. يعني ممكن المساطر دا تنور معك على تستر وما تشتغلش معك على الشاشة. دي قاعدة كودة خليك عارفة. وممكن كمان تقص المساطر على التستر وبعد ما تقص تركبها في الشاشة تلاقي الشاشة اشتغلت معك. تفتح الشاشة مرة تشتغل معك. اثنان تشتغل معك. تسيب الشاشة شوية. نجد الفتاح تلاقي الشاشة ما اشتغلتش. تمام? دي طبعا بيبقى عطل مساطر عندك. تمام? عطل البردة فيه طرقتين ممكن هيسبوموا البردة. اول حاجة ان انا هفحصها بالملتميتر. تمام? والفحص ده يعني مش هزير لك اول ان البردة شغالة بس 90% بتبقى شغالة عندك. تاني مرحلة ان انا هفحصها بمساطر معي زي كده مسترطين. زي كده. هكون مجهازهم عندي مسلا عاملهم مسترطين ستة فلط وستة لد. موصلهم على التوالي. تمام? افحص من خلالهم البردة في حقيقة لو المساطر اللي معادي. المساطر بتاعتها ستة فلط. لو المساطر تلاتة فلط مثلا في الشاشات اللocyanideٍ حما مفيش غير موديلين. مساطر ستة فلط ومساطر تلاتة فلط. فمساطر لقدم زي كده ستة فلط توصلهم على التوالي. ومساطر لقدم تلاتة فلط توصلهم على التوالي. ح Ost là قدر طفحص بمو утواصلة عندي. تمام? انا موصل حاليا شاشة دي تقاربا المساطر اللي فيها معايا 6V لان انا خارج الدرايفر خارج الباور اللي الأبيضات هنا اعلى من 20 فلت وطالما اعلى من 20 فلت يعني مثلا ما تلقيه播 30 فلت او الاعلى يصبح المساطر عندك 6 فلت اقال من 20 فلت تصبح المساطر compraطة الدى ٣ فلت تمام ً? هنا عندي الخارج او قصت كده هنا هلاقي الخارج عندي هنا اعلى تلاتة واتبعين فولت. ده خارج في حالة الشاشة مش شغالة. خارج تلاتة واتبعين فولت. تبقى انا هنا كده يبقى انا عندي المفروض مساطر لك بس ستة فولت. تمام? لان هو مش هيركب لك مسترطين تلاتة فولت في الشاشة زي دي. وجهة الخارجة عندك هنا تلاتة واربعين. هتركب المساطر الشاشة هتنقل معك على قضع ستان دي باي. لان المسترطين مسلا التلاتة فولت الليد بتاعها تلاتة فولت. ستة لد هتسحب معك حوالي تمانية وتلاتين فولت او حاجة عشان تشتغل. فانت خارجة اساسا الباور عندك هيبقى مسلا زي ما انت شوفت كده اربعين فولت ولا حاجة فهشغال لك الليدات على الوضع ستان دي باي. فهنا هنستخدم مساطر ستة فولت. فهنجي المرحلة التانية بقى المرحلة الاولى عرفنا ان احنا فحصنا الليدات بتاعتنا الليدات شغالة. اعتبرها شغالة. هنجي كده للباور تبقى افحص الاداية الاداية ازاي? جاءت الاداية افحصها عن طريق الملتوميتر. هجيب الملتوميتر كده. وهوصله هنا كده. طبعا الليدات عندي دي طافية مش شغالة. هوصله في السكت بتاع الليدات كده من اعلى. وهطفل الشاشة وشغالها الشاشة تبقى على وضع ستان دي باي. عبسل باور وشغل. انا كده فصلت الشاشة عندي. الشاشة على وضع اللمبة الحمر ايه. هبدأ اشغل باور هدغط باور كده. زي الباور معي هدغط باور. لك اللاحز معي الافو ميتر ايه اللي هيحصل فيه? عشان تتأكد ان الدرايفر عندك او داية الباور مخرجة عندك. اه. انا عندي الجوة دي ستا وتأتيين فضع ستان دي باي لمبة حمر. هدغط على زر الباور ضغطة كده. وصل الفولت ده هيروح فين? وهيجي منين دلوقت. الفولت ده هيعلى معي وهينزل تاني. اول ما الشاشة تفتح. اه مية وتمانية مية وخمسة. ابتدى ينزل السحب بتاعه لان الليدات عندي تلفة. كده هتأكد ان الدات تلفة دي مرحلة. طيب. المرحلة التانية ممكن اجرب ازاي? على مسترطين زي ما وضحنا لحضراتكم كده اوه. لتأكد بها تأكد التام. ان ما عندكش مشكلة في البورد. حتى لو المساطر زي ما وضحت لحضراتكم مضابة. هفصل كده باور تاني. رجع الجهاز لنبة حمراء. وهشغل تاني كده. هشوف المساطر هتضي. لو المساطر اضقت معي كده البورد عندي تمام? مفيش مشكلة هغير المساطر لاضاقة الليدات. حتى لو المساطر اضقت معي القديم. تمام? كده المساطر اضاقت معي ايه? ما فيهش مشكلة. كده عندي المشكلة عندي اصبحت عندي في الليدات هفك وغير الليدات حتى لو الليدات مضابة عندي. وملحوظة برضو علشان برضو يبقى الفيديو بتاعنا كامل. بعض الليدات هتضيه معك على الشاشة. مرة وممكن مرة تفصل ومرة تشتغل ومرة تفصل ده عبل الدات علشان ما تحترش. زي ما وضحت لحضراتكم في الاول. البردة ما بتفصلش وتشتغل. البردة ممكن عطل واحد يأكد لك ان البردة فيها عبل الدات في حالة واحدة بس. هتشغل الشاشة. الشاشة تطلع معك اضاءة لسنة وتفصل. طلعت معك اضاءة لسنة وتفصل احتمال عندك مشكلة في الجهود دي. مكسف الرفع او مكسف التغذية. دول بيبقى فيه مشكلة. وخاصة المكسف الرفع ده. بيبقى منتفخ معك او فيه مشكلة. بتغيره. ده في حالة لو تالف الشاشة بتفتح معك اضاءة لسنة وتجي فصلة. كده ده بيبقى عيب عندي في دائرة الاوضاء. عمتا. او مفيش خارج عندك للفولت هنا الشاشة مبترفعش معك او مش مضاقة على المسطرة. ده كده بقى انا حددته عيب برض عندي. تمام حضراتكم? وبكده ان شاء الله يعني مش هطول فيديو مع حضراتكم اكتر من كده. علشان ما يكون شوقات الفيديو طويل. لان المعلومة خلاص احنا قلناها. فان شاء الله بيزل الله انتظرونا في فيديوهات جديدة وهسيب لكم مجموعة من الروابط لاصلاح الشاشات في عطل الاضاءة ومشاكل الاضاءة ان شاء الله. اسفل الفيديو ده في الوصف. اطلعوا مجموعة الفيديوهات هتفيدكم ان شاء الله في الاصلاح. لو انت لسه مبتدئ او شيء. فالفيديوهات دي هتفيدك كتير يعني. والهنا ان شاء الله كنا هنا الفيديو مع حضراتكم. اي حد عنده تعليق او اصف صوتك واسفل فيديو. نختم كلام نازمة عودنا بالصلاة والسلام على النبي والهدى سيدنا محمد. اللهم صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.